بسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم عزيز اولي امور وطلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي لغيات معكم مستطاعة لغيتي من قناة زاكر الاحساب وماس اه النهاردة ان شاء الله هناخد درس من ضمن الدروس المهمة اه في الجبرا او في يونيت اون اه الدرس ده بيتكلم مهمة جدا وهم جدا وسهل جدا على فكرة الدرس ده بيتكلم عن سابت اكشن اون اين هنتكلم عن الجامع والطرح في الايه في الاعداد الطبيعية او هتقول الايه يعني حاجاته يعني مش فيها حاجة كل اللي تعرفه عن اللي هو بقول لك مثلا صح? ده كل اللي طرفه عن الايه لا ديشن? لأ احنا اخد بقى حاجات بروبرتس ليه تمام? اول بروبرتس ليه او اول بروبرتي حاجة اسمها كلوزر كلوزر بروبرتي يعني اي نمبر او اي ناتشورل نمبر اي ناتشورل نمبر سري بلاس ناتشورل نمبر ولا كنتو هيديني برضو ناتشورل نمبر يعني عدد زي العادي ديني عدد بس دي معنى كلمة كلوزر نمبر او كولوزر بروبرتي ودي ملهاش مهمة ملهاش ملهاش لازمة يعني تمام? يبقى اول حاجة في بتاعة الاديشن ان هي يعني اسمها خاصية مغلقة يعني عدد زي العدد هيديني عدد صح او لا لا قط وقطة هيتجاوزه ويخليفه قط زيه صح او لا لا صح طيب تاني خاصية حاجة اسمها كوميو تيتف كوميو تيتف بروبرتي ايه كوميو تيتف يعني عبدال يعني ايه مستر مش فاهم يعني لم يجا اقول لك فور بلاس تو اه مش هي هيها two plus four لأ ازاي ماي four plus two equal com six with two plus four six يبقى هي هيها هذه اسمها كوميو تيتف كوميو تيتف يعني هو ايه بدل كوميو تيتف اللي هو ايه بدل هي هي هيا هيطلع نفس الناتج لما اجا اقول مسلا تو بلاس آآ آآ هي هيها تمام? ولو جامل بالفراكشنز هي هي هيها صح? يبقى دي او او دي اهم خاصية اسمها اللي هو بيبدل. بيبدل اماكن بس هيطلع نفس الناتج. طيب. تالت خاصية او من ضمن بتاعتها حاجة اسمها او في ناس بتتقرأ ايا كان يعني بالعربي اسمها يعني يا مستر. الطلبة بتعرف حاجة اسمها بس متعرفش ايه فايدتها. بص اولاد. عمتلا انا هتكلم في حاجة دلوقتي مهاش في المنهج. انا لما اجا اقول لك مسلا ايه? بسرعة انا عايزك تجمعهم بسرعة. هتقول لها مستر مسائل اقوال سري وسري بلاس فور اقوال سيبن. لأ. مش دي. مش دي الطريقة. ما لقيه الطريقة? الطريقة ان انت تاخد رقم التنس مع التنس. يعني سري بلاس فور او سري ديني سيفينتي. هتقول لما هي هيها? لأ. مش هي هيها. مش هيها هيها. انا لما اجا اه فورتي تو اه سيرتي وان. تمام? هتاخد مع الفورتي مع السيرتي تو وفورتي. تونتي وفورتي سيكستي وسيكستي وسيرتي يبقى اه ناينتي بعدها ناين كده. انت كده استخدمت الخاصة اسمها خاصية الاسوسية. انك بتدمج بتدمج الاركام اللي شبه بعضها السهلة وبعد كده عشان تطلع رقم سهل عشان تعرف تجمحها بسرعة. هتقول برضو ماش ما فهمتش برضو بتستخدم ازاي? بتجي ازاي في الامتحان? هقول لك بتجي ازاي في الامتحان? يوم جايب لك كده. يوم جايب لك كده اقول لك اه مسلا اه اه سيفنتين بلاس اه اه توني سري. تمام? ويقول لك انا عايزي ان نستخدم الخاصية بتاعة او بص اولاد. اول حاجة الخاصية دي ايات لازم ان تعملها في ايه? في كوس كده في اركس كده. تمام? لازم ان تعملها في كوس. هتديم الرقمين اللي هيتحطوا مع بعض. اللي هو مين الرقمين اللي هيجوا مع بعض? ده ولا ده ولا ده مع ده ولا ده مع ده انهي رقم مش اي رقمين يتحطوا. امان مين الرقمين? الرقمين يا حبيب قلبي اللي هيتحطهم لازم يكون لما نعمل لهم يعني يطلع علي مسلا رقم سهل زي مثلا زي مثلا اه رقم سهل ما طالرش رقم معقد لو زي مثلا اه لا رقم يكون بتاعه زيرو طب انا اعرفه منين اقول لك هتاخد مع ويديني تين هتاخد الرقم رقمين بحيث الرقم يعني هو الاولاني الاولاني زي دي الاولاني يديني تين عشرة طب مين بقى مش فاهم برضو اقول لك ازاي بتاعك انا نشوفها في المسألة دي اهو هناخد مع مثلا هنجرب الاول انا لا مش عايز ده انا عايز رقم الرقمين يجمعوا مع بعض يطلع لتين هاخد مع يديني تين هو ده يبهم دول اللي هيجوا مع بعض والففتين دي هتتحطي برة دول اللي ببايت جامعوا اه تين وتونتي يديني سيرتي وسري وسيفن يديني تين او عايز تجمعهم عادي ماشي هنا هتبقى سري سري بلاس دي فور بلاس ففتين هتجمعهم يديني ايه دي معنى كلمة او معنى خاصية ايه بتقول لي ما فهمتش حاجة طيب هنفهم الوقت في المسائل اما حاجة يعني ايه افهم بس ايه قلتلك ان خاصية بتبقى عبارة عن وتحطوا جواه اه رقمين بحيس اليونتس مع اليونتس يديني ايه تين طب ماشي يا حبيبي تعال كده اه 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 لما سيحصلوا لا اه 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 رابعة خاصية رابعة خاصية اللي هي اسمها اداتف ادينتيتي اداتف ادينتيتي ايه عن اسمها المحيد الجامعي ودي مهمة جدا اداتف ادينتيتي اداتف ادينتيتي طب وتبتقي ازاي دي? الاداتف ادينتيتي دي عبارة عن مسلا اقول اديني نفس النمبر زي فور فايف بلا زيرو ديني نفس النمبر زي فايف اقول لك سيكس بلا زيرو هديني نفس النمبر زي برضو سيكس هو ده معنى كلمة اللي بيجي يقول لك زي او اه هيبقى انت هتكتب له ايه الزيرو اللي هو الزيرو مهم جدا. اللي هو مين الزيرو. اللي هو مين الزيرو. يبقى احنا اخذنا كده اول حاجة ما نهاش دعو بيها اللي هي الابدال ببدل وهنعرفها ازاي بتيجي الوقتي. طب تعالى بقى ناخد الايه? بالمرة. في الناتشور اول حاجة. يعني خاصية مغلقة. يعني برضو رقم رقم هيديني برضو رقم. صح ولا? طيب ما عندهاش يعني ما عندهاش خاصية لها اولاد الكوميوتيتيتف. يبقى هي اولاد نوت كوميوتيتيتف. نوت كوميوتيتيتف. خلاص? ازاي? يعني ما ينفعش فاء ابدال. يعني ما اجو اقول لك مسلا. آآ برضو نابس الكلام فور ماينس وان. هل يا طرق هي هي وان ماينس فور? لما نجي تبدلها. فور ماينس وان اقوال سري. تو وان ماينس فور ينفع? وان اشيب منه فور ينفع? عدوني نستهلف. نستهلف من مين? ما هو في حد جنبيه? وان ماينس فو ينفع? يبقى نوت كوميوتيتيتف. كمان برضو نفس الكلام يبقى ماينفعش فائل كوميوتيتيتف وماينفعش فائل ايه? بس هي في اعلان خلاص اولاد هنشاء الله من الحصة الجاي او الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نحل المسائل بتاعتها اه ما حاجة بس تراجع لو انت مش فاهم تراجع مرة واتنو وتلاتة او هتعرف ازاي بازن الله تحل المسائل في اكتر معاصر اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.